طيب حديث تقولي دلوقتي أنه بياخد من مخزون الفيتامينات الموجودة عند الأم ده معناه أن الأم لازم تتغذى كويس ولازم تاخد فيتامينات كمان لأنها تتغذى كويس ده يدور نتكفي نفسها مثلا خلينا بقى نقول حاجة إحنا الناس عندنا عندها مفهوم أنه هو أنا لازم أتغذى فأنا لازم أخد فيتامينات أنا بعمل دايت فأنا لازم أخد فيتامينات لا هو المفهوم ده خاطئ إحنا النهاردة لو الأكل بتاعنا متوازن بناخد السعرات الحرارية بتاعتنا اليومية أو بنقص منها تدريجيا عشان نخس مثلا وطبعا دلان طبق على الأم اللي بتردع أكيد فإحنا النهاردة إحنا لو باخد خضار وفكهة ونشويات ودهون نفع وبروتين أنا أكيد مش محتاجة أن أخد فيتامينات طيب أنا النهاردة بقى كمان منع حاجات بقى معينة كمان من الأكل زي الناس اللي هي بتعمل دايت معتمد على نوع أو نوعين من المغزيات الرئيسية ده أكيد هيأثر بصورة كبيرة جدا طيب إحنا أما بنيجي برضو نعمل دايت أو ما بنيجي نقلل من كمية الأكل اللي إحنا بناكلها بنلاقي إنه الدايت ده لو اتعمل بصورة خاطئة والدايت ده لو اتعمل يعني منعنا نفسنا جامد قوي وقللنا جدا السعرات الحرارية اللي إحنا بناخدها في خلال اليوم تأكد إن ده هيأثر على محتوى أو كمية الفيتامينات اللي موجودة في الجسم وبالتالي إحنا لازم نبقى عارفين إنه أكلنا لازم يكون متوازن في كل الألوان كمان للخضار والفاكهة طبعا شرب الميا كمية البروتين اللازمة لإنه الفيتامينات نفسها ده بروتين بتيجي من البروتين فإحنا لو ما كنناش كمية البروتين الكافية ده هيأثر عليها